دي أصوار دمشق من الصور ده هوا بولس الرسول التلاميذ نزلوه من الشباك بالسلخ احنا شايفين يمكن هنا يكون فيه زي باب بس الباب في الوقت ده ما كانش موجود لكن انا هطلع من المكان اللي نزلوه منه وهوريكم ازاي نزلوه كانوا جوه الأصوار وطلعوا فوق كانوا عالي ودابي علشان ينزلوا صدقهم وطلعوا مش سهلة ويمكن السلم عالي لكن كرروا انه هم يشلوه ويطلعوه وينزلوه مهما كلفهم الامر لانهم تلميذ والتلميذ بيتعلم من سيده هم اتعلموا من يسوع ان التلميذ عليه انه يتعلم وكمان انه يبسط من المكان ده هوا انا شايف المكان ده قد ايه سعب جوه الأصوار بيهربوه عشان يجري بره الأصوار عشان ينفد بحياته لان الاتحاد كان عليه جديد وكانوا عايزين يموتوه المكان دايق تخيلوا حطوه في ثبت ونزلوه لغاية تحت وكان الثبت في حبال وكان حاطت كله تقلو طبعا على الحبال النهاردة هل انت عندك استعداد تشيل صديقك اللي لي دعواء لهيك ولا تحطمه وتجري وراه ولا تدي للغيرة فرصة وتدخل روحي الغيرة ويقف عمل الله عمل الله هيقوم هيقوم بيك أو بغيرك لكن خليك الصديق المخلص اللي تشجع صديقك علشان يحقق غرض الله في حياته أنا بشجعكم النهاردة انكم تعملوا اختيار انكم تكونوا أصدقاء أو فياء بتعدوا بصدقكم من الأزمة بتخلوه يهرب من الضيقات والإبطهات تهربوه علشان دعوة الله تتحقق في حياته تسندوه تعززوه تسندوه تشيله حمله الحقيقي والروحي صني الصديقة احمله بالصلة شيله خليه يعرف انه متشال بولس الرسول كان محطوط في السبت من الحتة دي من حتة المزنوقة دي الصعبة الديقة لكن كان عارف انه متشال شيل أخوك شيل صديقة ما تتخلاش عن صاحبك لما يكون عنده دعوة إلهية وصدقوني لما نساعد غيرنا على تحقيق الدعوة الإلهية في حياتهم ربنا هيبعث لنا اللي يساعدنا في تحقيق دعوة الله في حياتنا كلنا محتاجين بعض كلنا محتاجين بعض خلينا نقدم العنل بعض وانحقق دعوة الله في حياتنا ودعوة الله على الأرض النهاردة يمكن يكون ربنا دا لك إعلان لكن أعرف إن الإعلان تحقيقه مش هيتحقق بسهولة هيكون في أيام صعبة لكن إخواتك هيشلوه إخواتك هيشلوه ربنا هيبعث لك بيشيلك ويساعدك أنا وانت النهاردة تلميذ في كل أمور حياتنا خلينا نكون تلميذ أمنا ليسوع المسيح